الحقيقة أمس الأول كنت شرفت أنا والمواندس عادلي بتلبية دعوة كريمة من مجمع اللغة العربية كان معنا الأستاذ حامد عز الدين الكاتب الصحف الكبير والأستاذ عفتاح حسن الإعلام الكبير رئيس قناة النيل للرياضة السابق وكانت سوهى إبراهيم ومونة عبد الكريم الزميلتان بقناة النيل للرياضة المؤتمر دعوته كانت لمناقشة محنة اللغة العربية في الإعلام الرياضي طبعا حضروا الأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس المجمع وقدر ندوة الأستاذ الدكتور عبد الحميد شيحة واحد من أسادزة اللغة انطبعاتك انطبعاتي طبعا المجمع مهتم احنا في سنة توصف بأنها سنة اللغة العربية مساندة اللغة العربية والجميع يشعر أن اللغة العربية واستخداماتها أصبحت في خطر أنا مرضيتش أقول الكلام اللي حولولك دلوقتي لأن مش بس اللغة العربية اللي في خطر ده اللغة العامية أصبحت في خطر احنا الوقت اللغة التي تكتب بالأرقام عندما تتلاشى الحروف ماذا تبقى من اللغة أنت لما تشوف المسجات اللي أولادنا بيبعثوها البعض أو الرسائل إلى على مواقع التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي أنا بحتاج مترجم عشان أقرأ أي رسالة من دول بس تعين بأولادي تلاتة يعني إيه وسبعة يعني إيه وش عارف إيه الكلام ده هذا كلام غير مفهوم وإحنا كان ملخص اللي إحنا وإحنا اللي اتنين إن إحنا والعالم كله يعترف باللغة العربية الأمم المتحدة تعترف به الاتحاد الدولي يعترف ودخلت اللغة العربية كأحد لغات الاتحاد الدولي نبتدي إحنا نهجرها ونبتدي نسهين بيها ونبتدي كل مصطلحاتنا عبارة عن السكواد والمنتادة عايزين ندعم اللغة بتاعتنا عايزين لدرجة إن كان فيه بيضربوا مثل إستاذ إبراهيم إن اللي كان شوية بيحافظ على قيمة اللغة العربية قال له يا مسيب الخير الكابت الشيربيني مصطلحاته إنه كان يقولك موليد منطقة الجزاء آخر عنقود المواهب الموهوبين ما هو حاجات حلوة هي تعبيرات باللغة الفصحة والناس حفظت حتى كان ملاحظة تبين إنه هم متابعين قوي يعني إحنا دونا كتاب كده عبارة عن تعريب للمصطلحات الرياضية الأجنبية كل مصطلح المعجم الرياضي والمراضف بتاعه باللغة العربية وده شيء مهم جدا لكن لما يصل الأمر إنه يقرأوا اللافتات بتاعت الجماهير آه دي مهم دا قوي ويجي لنا من يعني دكتور عبد الحميد شيح آه عبد الحميد شيح ويقدم الندوة يقولك كنت أتمنى وهو رجل أهلاوي متابع جدا إن حتى أولادنا وهم بيعلقوا اللافتات آه حدنا بهم إنه ما فيش حاجة اسمها آه أعظم نادي بالياء هي أعظم نادي تحزف الياء للإضافة أعظم نادي في الكون في الكون وأنا تمنى دي والله كويس ونتلو حنبلغ أولادنا وقاطعنا حيحترمه هذا آه نتمنى إنه إحنا نعتد شوية بلغتنا نتمنى إنه إحنا في بيوتنا نبتدي نكلم أولادنا مش بالفصحة آه الصارمة ولكن على الأقل ما ينفعش إنه إحنا عشان يبني إنه إحنا نشيك نكلمهم باللغة الأجنبية آه سي سوري دي باردوم كلام دائما وإهمال للغة العربية خالف مع إنه يعني حيحتاجها حيحتاجها آه أستاذ إبراهيم أنا بنتي اتعلمت في مدارس لغة آه وراحت الجامعة الأمريكية درسة آه ماس كوميونيكيشن أو اللي هو الإعلام آه بالإنجليزية وكانت تكتب بالإنجليزية لكن لما لقيت اللغة العربية واستعانت بها عشقتها وقعت في أسرها أيوة لدرجة إنه أبداعت وسمعت الكلام بتكتب كل إبداعها بالعربية أنا مش عاد أقول حاجة أكتر من إنه لما يبتلح يوم الفرصة يعني الله أرحمه والأستاذ عمار الشريع قال لها روحي لأستاذ صلاح بايز آه طيب إيه اللي خلاها حابة اللغة العربية لأنها وجدت إنها لغة ثارية وهجرت تماما تقريبا اللغة الإنجليزية إلا لما تكون عايزة تقرأ حاجة ولا تقرأ كتاب ولا تعمل حاجة فإحنا لازم نعلم أولادنا هذا الكلام وإحنا كنا محظوظين كان بيوتنا فيها مكتبات وحتى الأسرة المتوسطة كانت البنت عندها البيانو والمكتبة بتاعة الأسرة موجودة وكانت الدنيا يا فن يا أدب نتمنى إن مدارسنا ترجع تسترد الهوية بتاعة اللغة أو ترصخها نتمنى إن إحنا نحترم لغتنا أكتر من كده ونبتدي نفرض مصطلحاتنا أحنا على العالم يعني عاديين نفرض مش نستورد مصطلحاته يعني الحقيقة كانت ندوة ثارية جدا يمكن الأستاذ الدكتور صلاح فضل والدكتور عبد الحميد شيحا اللي خلصوا به بعد ما سمعوا كلمات كل الحضور إنه الإعلام الرياضي إعلام مؤثر بعيدا عن كل وسائط الإعلام المختلفة الإعلام الرياضي لأنه بيأثر جدا في العامة وله متابعين القاعدة العريضة جدا فالبرامج الرياضية والمباريات الرياضية القائمين عليها عليهم مسؤولية كبيرة جدا من هنا كان اهتمام هذا المجمع الحصن الحصين والحامي للغة العربية إنه يطلع بدوره في محاولة البحث عن أسباب تراجع الإعلام الرياضي كثيرا في مجال الاهتمام باللغة العربية حدة المباريات البرامج الرياضية الهجر التام للغة العربية عدم الاعتداد بها حتى في التقارير الصوتية اللي بتعرض على الشاشات المختلفة والأخطاء ها والأخطاء طبعا الدارجة واللي بتثبت عند الناس نهيكم عن الألفاظ اللي بتتقال البعيدة تماما عن اللغة فنتمنى إنه يمكن ديها جات مواجبة أو ملازمة للمؤتمر اللي عقده المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام في الحديث عن ظروف وإشكاليات الإعلام الرياضي نتمنى إنه زي ما كان الجهاز أو المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام اطلع بدوره وأوصى بضرورة عقد دورات تدريب وتأهيل لمن يحتاج لهذه المسألة كمان المجمع الحصن الحامل للغة العربية يطلع بدوره في دورات أيضا أقول حاجة إحنا في الابتدائي ابتدائي زمان كانت تبتدي من أربع سنين وتاخد ثلاث سنين وبعدين بقى تاخد مش عارف ستة ابتدائي المهم إنما كان في حضانة توصلك بعد أربع سنين من سنة أربع سنين تبقى في الابتدائي أنا ما زلت متذكر حصة اللغة العربية وما زلت متذكر إن كنا في مجلة اسمها الفراشة مين عايز يكتب وإحنا في ابتدائي يكتب في الفراشة وأتذكر إن في مدرس تواصل معايا مرة من 15-20 سنة وفكرني إن أنا كنت بكتب في الفراشة دي وبعدين كان فيه هوايات موسيقى ورسم إحنا كنا بنرسم على الشجر وحاولت ألعب موسيقى بس ما كانتش عندي يعني المهوبة ما عارفش أعزف كمانجة اللي كنت نفسي أعزفها يعني فروحت على الناحة والرسم أتقنت الناحة والرسم عندك حاجات تنامي ملكاتك أيوة ولذلك المدرسة ما كناش منهجورها كانت الناس تحب إن تطلع مظاهرات في بداية الخمسينات إحنا كنا نقعد في المدرسة حروح فيه عايز تلعب حتلعب عايز تلعب مزيك حتلعب مزيك عايز ترسم حترسم حتى التمثيل كان فيه مصرح في المدرسة مش عايزين نتمادة أو في إمكانيات المدارس يبقى عايزين مصرح وعايزين حق بس عايزين نهتم إنه يبقى اللغة موجودة وكانت حصص الدين موجودة وحصص اللغة العربية موجودة وكان نلقي مسابقات الشعر في المدرسة كل دي كانت بتخليك تتعلق باللغة وكل دي طبعا كان فيه أصول ثقافية في كل بيت كانت بيساعد على هذا الكلام صحيح المستوى التعليم العام الكتاب كان متوافر في محزل البيوت المستوى التعليم العام مهمة أوي أعزين طبعا لله يكون في عون الدول إحنا بنطلب منه حاجات كتير أوي لكن طب ما تيجي للمدارسة الخاصة هو المدارسة الخاصة ما لها هجرة اللغة العربية كده طب ما أنتوا عندكم الإمكانات ما تحتضنوا اللغة العربية ما تشوفوا إيه الخدمة اللي تقدموه إنما إحنا أصبحت نوع من الطرف ومظاهر الروسيقراطية إن الولاد ما تكلموش عربي ما عرفش يكتبوا قسامين بالعرب فتلاقي الخط بتاعهم عامل زي الرشدات ما تقريش طب مش كان فيه حساس خط طبعا أنا حتى قلت له مفاكرين القلم البسط والقلم مش عارف إيه اللي كان بنتب بيه الرقعة البوصة اللي كانت مشتوفة دي كنا بنكتب بيها وإحنا في ابتدائي مسائل أدوات بسيطة جدا ممكن تعيد تعلق شبابنا باللغة العربية خاصة والدنيا مهددة بإن الصحافة المكتوبة والكتاب نفسه ما بقاش له دور كبير صحيح فلو سبنا نفسنا لوسائل التواصل الاجتماعي حتكلم أنا بقى بالعربي اللغة تندسر بعد شوي واللغة هي لغة القرآن صحيح الهوية الهوية المصرية الهوية العربية الإسلامية المصرية من كل الزوايا أنت لن تهتم بهذه اللغة عشان تفهم ماذا تقرأ صحيح كانت ندوة مهمة جدا وتوصياتها أعتقد شديدة الأهمية نتمنى المزيد من الإسهام كل يطلع بدوره في خدمة اللغة العربية لأنها المكون الرئيسي والأساسي للهوية